استاذ انت تشوف مثلا احنا حاليا ببغداد او بالعاصمة يكون اكو حرية للمرأة اكثر اكو انفتاح للمرأة اكثر عكس ما ان نشوفها بالمحافظات او بالقرى والارياف نشوف انه هالتطور اللي حصل حاليا بالعالم يعني اثر على هذه الفئة او على الامرأة العراقية او العربية بالتحديد نعم استاذ العزيز يعني رجعتنا كلامك الجميل الى كلام الدكتور علي الوردي الله يرحمه يقول التلاشز الاجتماعي وازدواج الشخصية يصيب المرأة اكثر من الرجل المرأة عندما انتقلت خلنا اخذ المجتمع العراقي نموذج المجتمع العراقي مصنف ضمن المجتمعات القيمية والاسلامية والمحافظة عندما تنتقل المرأة من مناطق العادات والتقاليد اللي تربت عليها حجابها عن الرجل واخفاءها عن الحياة العامة راح تصطدم بواقع جديد اللي هي الحداثة فلذلك تبقى اهلها وقيمها وعاداتها يردون منها السلوك معين والحياة الجيدة تريد السلوك معين فهذا الصراع لا تستطيع ان ترضي يعني هي بنفس الوقت هي ترضي العادات والتقاليد والقيم وبنفس الوقت هي ترضي الحداثة شون هذا غنية حسين نعمة ما بيعوف انهلي ولا بيعوف هوي فهي الظل محصورة بهذا الصراع الموجود لذلك تبقى محاربة من المجتمع الرجل عندما يقدم على مثلا على فن على قضية على اي قضية من القضايا عادي ما يلام ولكن المرأة مجرد تصريح بسيط او مثلا فد رقصة بسيطة او كذا راح تحارب بين الجميع لانها امرأة ويجب ان لا تأخذ هذا الدور انا مو مع الرقص والخلاع لا ولا انما عليك السلوك اجتماعي تشوف تحارب المرأة اكثر من محاربة رجل بهذا الجانب نعم